مساء الخير مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان مساء الخير يا كافتون هايسي وبرحب بكو برحب ضيوفك الكرام طبعا بنبارك للنادي الاهلي فوزوا النهاردة وانتصارات متتالية ودايما كرة الطائرة بتفرحنا ومعانا كابتن عبدالله عب السلام أحد أهم نجوم النادي الاهلي على مدار تاريخه في الكرة الطائرة بنرحب بك كابتن عبدالله أنا سلام بحادتك وأنا سلام بكبتن هايسي موديو في كرام كابتن عبدالله قولي بقى الماتش النهاردة نحن يعني الحمد لله خلصنا الماتش بشكل طبيعي ثلاثة أشواط ايه الوقت اللي انت بدأت تتلقى فيه شوية في الماتش لا والله الحمد للرب عمين طبعا على الفوز ببارك للعيبة الصغيرين الحمد لله الصعادين والجاز الفني لا والله ما قليتش الحمد لله بدين بداية كويسة بشكر الشباب اللي صعدونا النهاردة خرجونا الماتش لبرى الأمان زي ما انتم شفت النهاردة مستوى من الحمد لله عمين في تقدم كابتن ميدهم سلح كل الماتش الحمد لله بيدعم بيهم بيلعبهم شوط وشوتين النهاردة الحمد لله بدأوا بدأوا بشكل كويس ودي أهم حاجة النهاردة كسبناه في المباراة اللي احنا نجرب بالناس الموجودة فتريسة سأسألك على موضوع الناشئين ازاي بتلعب او بتخد مباراة مع لعيبة صغيرة وانتا طبعا بكل التاريخ ده كله اكيد بيبقى ليك توجهات ليهم في الملعب ليك دور اكيد معي مزبوط طبعا باستوجهات دي طبعا بدأ من التمرين طبعا هم الحمد لله رب عالمين بيسمعوا كلام اي تعليمات سواء مني سواء من الناس الكبيرة معايا زي حسام يوسف وما عوضو احمد صلاح هم عطوم يعني ادنهم معانا بيسمعونا بيسمعوا كلام بينافزوا تعليمات وزي ما انتم شفتوا نهاردة الحمد لله رب عالمين بيظهروا بشكل كويس هم حاضرين زهنيا كويس جدا للموتش واحنا مع تلماتنا معهم من بره الحمده رب عالمين надeries بنافزوا بشكل كويس غياب كابتن احمد صلاح عكيد عكيد طبعا يعني نصك التاني في الملعب يعني الفريق شكله ازاي من غير احمد صلاح لو لا احمد طبعا لعب كبير ونجم كبير وزي ما بتقولي نصي الثاني طبعا هو طبعا عحمد ده عنده اصابة في ظهره ان شاء الله رب عالمين اللي من التجين ان شاء الله يرجع على التمرين تاني الحمده رب عالمين طبعا زي ما انتم شفت زياد موجود وكان موجود محمد عصر ومحمد سعيد لو كان حصل مشكلة في مركز اثنين قدوا بشكل كويس زي ما انت عارفين الحمد رب عالمين كابتن ميدو بيجهز بديل واثنين وثلاثة بلا قدر الله حاصل إصابات الموسم تويل جدا فكابتن ميدو عنده الحتة دي كويسة جدا بيجهز بديل الكويس وزي ما انتوا شفت الحمد رب عالمين زياد قد بشكل كويس وان شاء الله رب عالمين اتمنى رجوع نجمع مصارح هنا بإذن الله جمهور النادي الاهلي بيسق جدا في الكرة الطائرة وبيسق في النتائج اللي بتعملوها ودايما يعني بنتفرج على الكرة الطائرة واحنا يعني زي كرة القدم مش قلقانين ويبقى فيه دعم كبير اكيد ده ما جاش من فرق اطمع الحمد لله يعني ده حب بيننا وبينهم من سنين كتير يعني عن مضار تاريخ البولي في النادي الاهلي الحمد لله بنحظ بطولات على طول فطبعا هم سكاتهم فينا كبيرة واحنا ان شاء الله رب عالمين كل فترة ربنا بيكرمنا بمقدة السكة ديت بالحق بطولات بالحق الانتصارات فخلاص هم وصلوا مرحلة خلاص واسكن جدا في الفريق اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله الفترة جاي بإذن الله لذا نحافظ على الدوري نعوض الكاس اللي يخصينا السنة اللي فاتت ونخش أفريقيا ان شاء الله وعربية وانحق لهم طبعا المورد هم مركز أول لهم وعايز اقول لهم انتوا حشتونا جدا في المدرجات نتمنى ارجعكم ان شاء الله في اقربات ان شاء الله واحنا مسلنونكم بإذن الله خيرا كابتن عبدالله المباراة القادمة كلمنا عنها طبعا مباراة مع نادي الزهور طبعا فريق صعد محترمين جاسف انه محترام لعيبة محترمة عندهم لعيبة عندها خبرة في الدولة الممتاز مباراة طبعا كويسة بالنسبانا طبعا للخطوات الجاية للأدوار القادمة ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ده كان لقاءنا طبعا مع كابتن عبدالله عبدالسلام احد نجوم الكرة الطائرة في النادي الاهلي شكرا لك جدا كابتن هيسم وعودة لك مرة اخرى في الستوديو مرهان تمام الارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا اللقاء مهم كان مع كابتن عبدالله عبدالسلام